قد يعتقد البعض أن قضاء الطارمية هو منطقة محدودة الأطلاف لا قضاء الطارمية هي أكثر من 100 ألف فدان أكثر من 1200 حاوض للتربية الأسماك غالبيتها غير مجازة وهذه فيها شبهات وتحدها محافظات قد تكون ساخنة يعني صحراء القرمة من جهة ومناطق الكسارات وذرع دجلة ومنطقة إبراهيم بن علي من جهة وترتد إلى منطقة الإسحاق حتى تتلاقح مع سام الراء ضمن محافظة صلاح الدين فضلا عن ارتباطها بديالة لذلك كانت في يوم ما مقرا ومقاما لبعض التنظيمات المتطرفة خصوصا داعش أهالي قضاء الطارمية حقيقة هم متعاونون حدا أنهم يكونون العين الناظرة والصادحة والمسلحة للأجزة الأمنية اليوم جهاز الأمن الوطني كالعادة طالعنا بإنجاز يكاد يكون هو الأكبر في شهر رمضان وهذه المجموعة أحمد للمشاهد المتلقي هذه المجموعة مجموعة خطرة جدا لماذا كونها أولا مدنية وكونها تتسلل بطريقة متثغرة فضلا عن ذلك هي تنساب بطريقة يعني تتخذ من الليل جملة ويعني تتجول في المدن يعني هي تتجول في ضواحي بغداد الشرقية وهؤلاء المطلوبون حقيقة كانوا يتجولون بطريقة ناعمة وبطريقة تسللية يعني ينقلون العبوات ووجدت بحوزتهم أجهزة خطرة يعني حينما تجد بحوزتهم جهاز النايت فيجين جوغر قبل الأجهزة سيد فاضل أثرت نقطتين الأولى أشرت إلى مشاريع وتقول غير مجازة وتثير الشبهات وأشرت إلى بحيرات الأسماك هل هذا يدفعنا إلى التساؤل عن مشاريع تدعم الجهات الإرهابية ربما والنقطة الثانية قلت أنها مجموعة مدنية هل هذا يعني أنها تنخرط في صفوف المدنيين في النهار وتتسلل وتنشط ليلا بعمليات إرهابية شوف جهاز الأمن الوطني حقيقة بمتابعة شديدة ودقيقة جدا من قبل أخ حميد الشطري وبإشراف من قبل قاضي جهاز الأمن الوطني كأنما هناك توأمة من الجهد القضائي ومن الجهد المعلوماتي وبموجب الخبرة المتراصة والمتراكمة لضباط جهاز الأمن الوطني تم ملاحظة بعض الأعمال المشبوهة التي أثارت الجلبة والحفيظة من قبل ضباط جهاز الأمن الوطني لذلك هم لحظوا بشيء من الدقة والريبة على بعض السلوكيات في بعض المناطق يعني مناطق متاخمة إلى شرق القناة كانت فيها بعض الأفراد هؤلاء كانوا يتنقلون بصورة الليلية وكانوا يعني تحت غبش الليل حتى استغلوا العاصفة الأخيرة استغلوا الجو المنطب وبدأوا بحقيقة تعبير بعض العبوات الناسفة الأسلحة الكاتمة الدروع النواضي الرؤية الليلية أجزة المترلة أسلحة قد تكون تدخل ضمن عميات تبجير هم عدوا العدة لتنفيذ ما يسمى ببقايا ما يسمى بغزوة رمضان وهذا حقيقة الجهاز الأمن الوطني رأى أنه يكتمل العدد تماما عدد هذه المجموعة يكتمل وبعد ذلك تتم الضربة بطريقة حرفية وبالفعل هم يعني أوقعوا بشباكهم وبشر أعمالهم بطريقة إجهاضية إحباطية استباقية وبعد التحقيق معهم بصورة عاجلة تبين واتضح أنهم سبق لهم أن انخرطوا ضمن داعش أن انغمسوا في مجامع داعش أن أخذوا الاستتابات أن نفذوا عمليات من بينهم كانوا راكنين ناقلين راصدين مستطيعين شرعيين هؤلاء كلهم اجتمعوا فيها هذه المجموعة في هذه الفئة الضالة التي تمكنها يضباط جهاز الأمن الوطني من القبض عليهم وتفكيك هذه المجموعة نعم أستاذ فاضل نعود إلى الأجهزة والأسلح الأحاء التي كانت بحوزة هذه المجموعة نعم طبعا الأجهزة أجهزة متعددة فرح يعني قد يكون يعني الوضع يعني حقيقة كثير كثير هي من الأجهزة يعني إذا تحبين يعني أستعرض جدا كثير الأجهزة جهاز تصويب عدد 12 ناظور حراري ليلي جهاز رؤية ليلي حاضن بندقية ناظور ليلي أسود اللون مخازن بندقية أنفور عدد 10 بندقية بنادق إطلاقات نارية مخازن أسلحة جهاز موتريلا عدد 8 قطع كاميرات نوع كانون صغيرة خوذ عسكرية دروع جنط إصعاف حواظن بندقية عدد 100 قبضات بندقية عدد 6 أخامس للبنادق مانع للوميض للحيلولة دون اكتشافه من قبل أجزتنا الأملية بندقية أنفور عدد 200 و 1 مبالغ مالية كثيرة أيضا مبالغ أيضا بالعملة الصعبة عجلة نوع كياسيراتو حواسب لابتوب طبعا هذه المضبوطات كلها تم تسليمها إلى يعني جهات التحقيقية أعتقد أن الجهاز التكتيكي لجهاز الأمن الوطني وفوج يعني التكتيكي المداهم الذي هو داهم داهمهم بطريقة مفاجئة بحيث تضمن سلامتهم وعدم مقاومتهم وفي وكر دارهم وفي مظافاتهم نعم يعني مع هذه العدة الآن انتقلت المعارك من المواجهة المباشرة إلى المعارك الاستخبارية يعني هل نجحت القوات الأمنية في هذا المضمار وأين تجد أنها يمكن أن تطور أداءها أكثر يعني أنا في تقديراتي المعركة تحولت من معركة عبوية من معركة مشات من معركة مدن من معركة حرب مباني مشيدة وحرب أصابات إلى معارك استخباراتية أمنية بدليل اليوم مدينة الاستخبارات العسكرية رغم أنها تشغل كل ثكنة عسكرية لكن مدينة الاستخبارات العسكرية لاحقت التنظيم سواء كان في الطارمية أو في منخفضات يعني حقول وادي الشاي ووادي زغيتون ووادي مرخ ناجر ونجحت في كبح جماح التنظيم في أقر داره نعم حينما قام بقتل مجاميع من الإرهاب بمعلومات أعطوها للتحالف الدولي وتمضربهم في مناطق خارج العراق في سوريا وفي غيرها لذلك اليوم الجهاز الاستخباري والمخابراتي والأمن العراقي يطلع بدور كبير جدا لكن دعيني أقول لك يعني فارس هذه الأجزة الأمنية في تقديراتي وجهاز الأمن الوطني الذي هو الآن يتصدر المشهد بطريقة رائعة جدا يفكك الجريمة المنظمة يفكك المخدرات ويفكك الأرهاب نعم الحديث عن المناطق المعقدة جغرافيا بدأ يعني يتم تجاوزه بفعل تطور سلاح الجو العراقي وتوجيه ضربات إلى هذه المناطق هل يمكن القول أن المرحلة المقبلة ستشهد انتفاء قدرة فلول داعش على الاستفادة من هذه المواقع يعني أولا داعش لن يستطيع ثالثا أخرى سيد أحمد مهما تعصب في العراق بروف سياسية أو مواحكات أعتقد أن السيد السوداني أول ما تسنم دكة رئاسة الوزراء شوف استخدم طرق عديدة السيد السوداني أولا أنعش الاقتصاد العراق الداخلي فغذى البطاقة التومينية وأحيى السلة الغذائية وأشبع مفردات البطاقة التومينية إشباعا كبيرا بحيث أشبع حاجة المواطن من أي رغبة هذا على الشق لأننا نعرف الدولة نعرفها أمن وخدمات الخدمات هذه تندرج ضمن الخدمات ولجأ إلى الشق الثاني وهو الأهم وهو الشق الأمني لذلك ركز على قيادات الأمنية وركز على أولا محاربة داعش في عقر داره تركيز على العملات الإجهاضية تركيز على العملات الاستباقية ضرب التنظيم في بعض المناطق المعقدة التي سؤالك كان فيها التي هي وادي سغيتون وادي الشاي وادي أم الخناجر مرتفعات الشيخ يونس ومرتفعات بادوش فضلا عن الطيبية جوجلام فضلا عن المناطق المعقدة جغرافيا مثل الطارمية بشقيها العباياتشي والمشاهدة وهذه كلها فضلا عن لا نسى دور مديرية استخبارات ومكافحة أرهاب الأنبار التي اطلعت بدور كبير جدا في ملاحقة التنظيم في صحراء الرطبة في صحراء القائم عند الحدود العراقية الأردنية والعراقية السورية هذه طبعا مديرية استخبارات ومكافحة أرهاب الأنبار نجحت في هذا الملب بطريقة اليوم الأنبار أنبار حقيقة مطمئنة وآمنة لذلك أعتقد هذه الجهود الجبارة خلفها يقف مخططون يعني أذكياء ويمتلكون الخبرة والكياسة المتراكمة فيما يتعلق بالتصدي للإرهاب وكل في الوجه